عزة الله بالصفة السادس لابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنقدم نموذج من تحيان تربية دينية اسلامية اولا سؤال القرآن الكريم من سورة البقرة قال تعالى واسقال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم دعوهن يأتي انك ساعية واعلم ان الله عزيز حكي معنى كلمة عزيز قوي ولا شجاع ولا قاهر معنى عزيز قوي معنى فصرهن احبسهن ولا قطعهن ولا اطلقهن معنى اقطعهن بعد كده اكمل واحد اليوم الاخر هو يوم نقط يوم القيام من صفات الرسل ايه وايه الصدق والامانة والتبليغ وخدنا الفطنة او الفطانة ومعنى الزكاء وخدنا الصحة البدنية من صورة الجن قال تعالى كل احيى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا كرآنا عجبا اكمل الى قوله تعالى على الله شطط هنكمل اياته نقول يهدي الى الرجد فامننا به ولن نشك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما تخز صاحبة ولا ولد وانه كان يقول سفيهن على الله شطط كده يبقى انتهى سؤال القرآن الكريم هندخل على السؤال التاني وهو سؤال الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياته وان طبعا مديني الحديث وسيبني فيه اه كلمات انا هكملها من خلال حفظ الحديث ايات المنافق سلاس اذا نقط اذا حدثها كذبة واذا وعد نقط واذا وعد اخلف واذا ايه نقط واذا اتومنها خانة واذا اتومنها خانة اكمل المحزوف مكان النقط اه اتقن معناها ايه اجادة ولا استوعبة ولا صنعة اتقن معناها اجادة اجادة الاختيار الاول اه كلمة اخلافة معناها غدرة ولا كذبة ولا لم يلتزم بوعدي هي لم يلتزم بوعدي ده علل تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من خلف الوعد ليه الرسول حذرنا من خلف الوعد لان خلف الوعد بيعتبر صفة من صفات المنافقين صفة من صفات المنافقين ولان الله سبحانه وتعالى لا يحب خلف الوعد لا يحب خلف الوعد هنكمل اجابتنا في الورقة التانية بس حبينا واردكم شكل الورقة الإجابة بتبقى في نفس الورقة الطالب بيكتب اسمه كده زي ما انتم شايفين رقم مجلوس ومكتوب هنا والمادة تربية دينية إسلامية والتاريخ اليوم اللي انت متحنت فيه وبتسلم نفس الورقة دي بالأسئلة بتاعتها لأنك ما بتجاوبش في قرسة تانية بتجاوب في نفس الورقة بعد كده معي سؤال الفروع اختر الإجابة الصحيحة مما بينها قوسين المقصود بالاستطاعة في الحج ما المقصود بالاستطاعة لما نستطاع إليه السبيل الاستطاعة هنا هل الاستطاعة البدنية فقط يعني إن الإنسان يكون قوي وخالي من الأمراض ولا الاستطاعة المالية معناها أنه يكون معاه مال يستطيع أن يحج به ولا الاتنين مع بعض طبعا كلا هما معا لازم يكون الإنسان عنده استطاعة بدنية يكون قادر على الحج بدنيا ويكون سمانيا وكمان يكون معاه أموال تكفيه أنه يقدر هذه الفريضة ويترك مال لمن يعولهم زي ما قل اتنين الطواف حول الكعبة بيكون كم شوط سبعة ولا تمانية ولا تسعة احنا قلنا طبعا بيبقى سبعة أشوط في غزوة أحد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم استشار مين؟ الشباب ولا الشيوخ ولا الشباب والشيوخ احنا قلنا أن هو استشار الشباب والشيوخ استشارهم لكن في النهاية نزل على رأي مين أو اتبع رأي مين اتبع رأي الشباب لأن هما القوة اللي هتحارب معي لكن في الاستشارة هما استشارهم لتنين الاتفاق على موعد يتطلب منه الحضور قبل الموعد بساعة ولا في الموعد نفسه ولا بعده بنص ساعة طبعا لو فيه معادي يتطلب الحضور في الموعد نفسه بعد كده بيقول لي أعمال الحج اللي هي أرقانه النية والإحرام ولا هما معا طبعا هما معا لأن الاتنين يعتبروا من أعمال الحج ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة الخطأ البعث هو أحياء الموت يوم القيامة صح وده فعلا تعريف البعث خالد ابن الوليد كان قائد لجيش المسلمين في معركة أحد خطأ لأن خالد ابن الوليد ما كانش أسلم في معركة أحد كان لسه لا يزال على دين الكفر وكان هو السبب في أن المسلمين ضع النصر من أيدين في هذه الغزوة لكنه أسلم بعد ذلك سيدنا عيسى عليه السلام من قول العزم من الرسل صح الإمام بالله واليوم الآخر واجب على كل مسلم صح طبعا لم يترك الرماء أماكنهم في غزوة أحد خطأ لأننا قلنا أن الرماء تركوا أماكنهم وما اتبعوش تعلمات الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده ضع النصر من أيد المسلمين ويبقى لم يتركوا الرماء أماكنهم غلط لأنهم فعلا تركوا أماكنهم عشان يجمعوا الغنيمة أو الغنائم رابعا سؤال قصة سيدة خديجة طبعا بردو كابلنا في صورة صحة وغلط أنهم سهلين أن نبتحنا على الآخر ضع علامة صحة أو خطأ ارتبى رؤساء مكة في الدين الجديد وقلنا ارتبى بمعنى شكها الجديد وخاف تعليمه اللي هو دين الإسلام يعني صح أزن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة أو الحبشة بسبب عدل ملكيها صح كان حصار كراش المسلمين اقتصاديا فقط خطأ التالت خطأ لأن الحصار كان اقتصادي واجتماعي كمان مش اقتصادي بس